السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا سهلا بكم. معكم احمد علي وحلقة كتيرة وعلم. اصر التقنية. فيديو النهاردة عن تأمين حسابك في التداول. ناس كتير تشتكي انه هو في ناس يقول لك انا الحساب بتاعي. ات عمل الصفقة. كنت عامل الصفقة وساب مكسب. دخلت لقيت فيه خسار. انا الحساب بتاعي. اه مش عارف حصل فيه ايه. طيب. مبدايا عشان خاطر تبقى. انا نور. انا نسى حالا جاي لاشعار ان تم الدخول على الحساب بتاعي ايكيو اوبشن. واتحدد الاشعار عن طريق الايميل. جاي عن طريق الايميل اشعار. ولما دخلت. لات ان فعلا في هنا تسجيل دخول في تاريخ النهاردة. من شوية. الدخول كان من يعني من انجلترا. طيب. عشان يبقى الوضع مفهوم. الباسورد تاني. انا شرحت قبل كده قلت ان الباسورد. اه لما يبقى على كزا حساب ايميل وغير ايميل وكل ذلك. لو تم اكتشاف الباسورد عن طريق الباشنج سايتس يعني بيبقى في موقع تصيود. يعني موقع تصيود يعني اي موقع يتعامل لك ويقول لك خش بتخش انت بتسجل حساب فهو بيبقى عارف انك انت سجلت مسلا اه باليوزر فلاني وسجلت بالميل كزا والباسورد كزا. ودايما لما بتعمل بباسورد بتاعك. اللي بتستخدمه دايما على الايميلات كلها لان اغلبنا دلوقتي في بتحول تلتونة حساب في اسبوك على تويتر انا مش عارفين فاغلب الناس بتستسهل ولكن انا عامل لكل واحد باسورد واحفظه لا انا عامل ايه باسورد واحد وخش على الكل. فاللي حصل انت فعلا لايت ان في اشعار ان ده حد دخل من انجلترا. وروحت داخل. غيرت الباسورد وعملت اه تفعيل ان الحساب ما يفتحش اللي عن طريق الايميل والموبايل. دي الطريقة الاسلم انك انت تقدر تعمل الحساب بتاعك. وخلي بالكم دايما المنصات بتاعت التداول بيبقى عندها حاجة زي كده زي تاريخ دخول يعني كل حاجة او عملية خروج او دخول بتبقى مسجلة على الموقع عشان خاطر يبقى الوضح. سليم. فالتاني اول حاجة عشان خاطر حساباتك تبقى في امان. بتستخدمش باسورد موحدة. حاول انك انت تستخدم اكتب من باسورد. وهتقول لي طيب رحفظه من زي. استعمل الماسي دي على حتى وراء وقلم. اجيند تبقى معاك. وزي ما قلنا تبقى حاول انك تبقى عامل حاجات مشفرة يعني تبقى فاهم ان المسلم باسورد دي بتاعت موقع كزا. بحسنة هو قاعد في ايد حد غيرك محد شرف دي بتاعت ايه. فالتاني عشان خاطر انا في ناس بتتواصل او بتتكلم انه يقولك انا كنت دخلت حساب الحساب بتاعي. خاصل في كزا. اللي يقدر يخش حسابك بيبقى هقر او حد عارف الباسورد بتاعت بيخش. فانت افضل شيء عشان تأمن حسابك انك انت زي ما قلنا تاني تعمل تغيير الباسورد. ويتخلي الدخول على الحساب بتاعك يبقى برسالة على الايميل من غيرها ما تقدرش تخش الحساب. يبقى بيجيلك باسورد او كود كل مرة بتحاول انك تخش على حسابك. فبيوصل لك على الايميل هذه الرسالة زي كده مثلا ادي الرسالة بتتخط الرقم من غيره ما بتقدرش تخش. فكده انت امنت حسابك بنسبة كبيرة زي ما قلنا الباسورد نفسك ما تخلاش عرضة انك انت تبقى باسورد موحدة وتستخدمها في كل مكان. اتمنى تكون السفرات من الحلقة دي واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة. والسلام عليكم رحمة الله وبركاته